هذا يدفعني إلى سؤال من الجمهور الأصعب الذي واجهته سواء كان مدينة أو ثقافة العراقي العراقي كيف عراقي جمهور أول شيء لا يقتنع بسهولة ثاني شيء الله يعينهم والله الآلة الإعلامية تعمل على شيطنة العمامة والمنبر مضافا إلى بعض السلوك لأفراد يرتدون العمامة كان سلوك مؤسف حقيقة مؤسف يعني ما لقى شغله عمل حفظ كم قصة حفظ كم رواية لبس عمامة و راح على موت يحول المنبر إلى دكان يحصل مننا فلوس يعني ما تحدثنا قبل قليل و لم تربع عني هذه أثر لا العفو مو مرضيت أستاذنا و إنما قلت قلت يعني الأفضل هم الأكثر مو الأقل نعم بل فالمجتمع العراقي هو الأصعب هو الأصعب يقال إنك إذا استطعت أن تظفر بعقل العراقي هان عليك أن تظفر بعقل غيره الله و كيف تنظر في وجوه الجالسين أثناء المحاضرة بلا شك في علم النفس السلوكي ينظر إلى حدقة العين نعم يعني تدري حضرتك هذا الفيس لانجوج يعكس لك مقدار ارتباط المتلقي بك في يوم من الأيام وجهت إلي دعوة في مدينة نابولي بإيطاليا الأخوة اللبنانيين هناك جالية لبنانية مسلمة فألقيت محاضرة قلت أنا ما دام بإيطاليا خلي أروح أزور الفاتيكان نعم طبعا حضرتك تعرف أنه لقاء البابا يختلف عن الدخول إلى مجمع الفاتيكان مبالي فرحت دخلت إلى مجمع الفاتيكان قل لي بشنو تفاجأت أستاذنا بماذا تفاجأت يدرسون رجال الدين علم النفس علم النفس علم النفس يقول له أنت لا تستطيع أن تخاطب الجمهور ما لم تدرس نفسية الجمهور وتؤثر فيهم طبعا وهذا ما تفتقر له المؤسسة التبليغية الإسلامية أنها لا تقترب لعلم النفس ولا تلقي نظرة على مدرسة وليام آرنست مثلا وما فيها علم النفس جدا مهم لأنك تستطيع أن تسيطر على المتلقي وتجذبه إلى كلامك كما أنك الآن منجذب إلى كلامك بالضبط إذن أنت تقرأ في علم النفس وتقرأ في لغة الجسد أيضا قرأت بلا شك بلا شك هذا كل شيء مهم ما من الممكن أنه أنت تجي ترتق المنبر تتحدث له عن عن الفلسفة الهيلينية وهو رجل بسيط يعني العفو حرفي بسيط وده يبحث عن حلول لمشاكله الواقعية أنا ده أتحدث عن رجل عنده مشاكل مع زوجته ده أتحدث مع امرأة ده تعاني من زوجها متعدد العلاقات أنا ده أتعامل مع مشاكل لأطفال يضربون عنف يضرب الطفل في مجتمع ثقافة الشعبية تجيز له ضرب الطفل